بسم الله الرحمن الرحيم في الدروس السابقة درسنا العديد من المفاهيم أو عدد من المفاهيم في البرمجة مثل الـ variables والـ data types والـ operators والـ expressions والـ assignment statement وفي هذا الدرس إن شاء الله راح نشوف كيف نستخدم المفاهيم هذه اللي درسناها أو الأدوات اللي درسناها هذه كيف نستخدمها حتى نكتب برنامج نحل فيه مشكلة برمجية كمثال على هذا دعونا نشوف البرنامج أو السؤال التالي السؤال يقول اكتب برنامج لإدارة آلة صرف نقود معدنية أو vending machine تستقبل الآلة نقود من فئة هللات بين 1 و 99 هللة بين هللة و 99 هللة ثم تقوم بصرفها على شكل نصف ريال وربع ريال وقروش وهللات البرنامج سيستقبل المدخلات من لوحة المفاتيح ويطبع المخرجات على الشاشة إذن بكل اختصار هذه آلة vending machine قد تكون طبعا الآلة يمكن غير موجودة يعني هنا عندنا في السعودية لكن موجودة في أمريكا تعطيها سنتات وهي تصرف لك السنتات هذه فحنا نفترض أنه في آلة زي كده في السعودية تعطيها هللات معدنية بدل من أنه يكون معك مثلا 99 هللة تحاولك تصرفها على نصف ريال وربع ريال وقروش وطبعا ممكن يبقى معك هللات طبعا لاحظ أن الآلة تستقبل الـ input والـ output بطريقة مختلفة عن البرنامج طبعا الـ input رح يجيها من جهاز يعد الهللات والـ output رح تعطيه الجهاز آخر يعد الفلوس المعدنية زي نصف ريال وربع ريال وغيره لكن طبعا هنا حنا في السؤال هذا يهمنا البرنامج الرئيسي اللي هو البرنامج اللي بعد ما نعت زي نتخيل نجاك الـ input هذا من لوحة مفتيح عرفنا عدد الهللات كيف أننا نعرف عدد نصف الريال وربع الريال وبقية الفلوس المعدنية طبعا فيه خطوات راح نمشي فيها في البرنامج هذا راح نشوف هذه الخطوات مع بعض كيف أنك تفكر بحل المشكلة هذه طبعا راح نستخدم الأدوات زي ما قلت لك راح نستخدم الأدوات اللي ذكرنا هنا الأدوات الخامسة الرئيسية اللي تعلمنا هذه في حل المشكلة لكن خلي شوف كيف الخطوات كيف تفكر أنت عشان تحل المشكلة مشكلة جد كزين المشكلة هذه الخطوة الأولى لما تجيك مشكلة زي هذه أنك تحاول تفهم المشكلة بشكل أعمق كيف تفهم المشكلة بشكل أعمق؟ من أبسط الطرق عشان تعمل الشيء هذا أنك تحاول أنك تطبق مثال على المشكلة هذه المثال هذا عبارة عن زي ما تقول يعني محادثة بين الكمبيوتر وبين البرنامج وبين الشخص اللي راح يستخدم البرنامج ستتخيل كذا أنت كيف راح تكون كيف راح تكون المحادثة هذه أو التفاعل بين الشخص المستخدم البرنامج هذا وبين برنامجك أنت اللي راح تسويه فمثلا يعني ممكن نقول أنه برنامجك هو شيء راح يطبع الكلام التالي مثلا أدخل عدد الهللات بين 1 و 9 و 90 تمام؟ فإذا أول خطوة راح يسويها برنامجك طبعا لما يسوي برنامجك الشيء هذا راح المستخدم يجو يدخلك عدد ولنفرض مثلا ندخل المستخدم مثلا خلنا نقول 77 تمام؟ هذا هو الانبوت اللي جاك من المستخدم زين؟ ويش الخطوة اللي بعدها؟ برنامجك طبعا راح ياخذ العدد هذا وراح يحلل العدد هذا أو يقسمه يحسب كم فيه من نصف ريال زي ما قلنا هنا كم فيه من نصف ريال كم فيه من ربع ريال كم فيه من قرش كم فيه من هللة فخلنا نشوف مثلا برنامجك راح يطبع الشيء التالي راح يقول مثلا النقود ستكون كالتالي مضبوط أو شيء زي كذا النقود هي كالتالي مثلا عدد نصف ريال يساوي كم يساوي طبعا كم النصف ريال عندنا هنا راح يكون عندنا نصف ريال واحد مضبوط هنا طبعا حاجة مهمة جدا لاحظ أنه يكون عندنا نصف ريال واحد أو ما يكون عندنا نصف ريال واضح جدا طبعا لأنه العدد هللات بين واحد وتسعة وتسعين لاحظ أنه الآن من خلال أن نسوي المثال نفهم أكثر وأكثر نقول هنا عدد ربع ريال يساوي واحد برضو لأن الآن لما يروح نصف ريال يبقى لك من السبع وسبعين سبعة 27 تمام فلما يروح من النص ريال واحد يبقى لك 27 هللة 27 هللة هذه فيها ربع ريال واحد طبعا يبقى لك هنا هللتين مضبوط راح 25 هللة يبقى لك هللتين هنا إذن عدد القروش مضبوط اللي هو القرش عبارة عن 10 هللات عدد القروش يساوي 0 لأن مرح يبقى لنا ولا قرش وأخيرا عدد الهللات يساوي 2 راح يبقى لنا هللتين إذن من خلال المثال هذا مثال عبارة عن تخيل كيفية كيف الحديث أو التفاعل بين المستخدم وبين مرلماتك قدرنا نفهم المشكلة بشكل أفضل كثير أننا راح نقسم أننا راح نأخذ العدد اللي يجينا من المستخدم وبعد كذا نبدأ نقسم العدد هذا أو شيء نص ريال بعد كذا نقسم مربع ريال بعد كذا قروش بعد كذا هللات طبعا وش نستفيد من المثال هذا مثلا من أبسط الأشياء اللي ممكن تستفيدها الآن من المثال اللي موجود قدامك أنك تعرف الـ variables اللي راح تستخدمها في البرنامج طبعا برنامج كنت راح يتاج variables طيب السؤال بشي الـ variables اللي راح تستخدمها من خلال المثال هذا راح تشوف أنه المستخدم راح يدخل لك عدد الهلالات بين 1 و 99 راح يدخل لك الرقم هذا لازم تخزنه في مكان فممكن نقول هنا أنه راح نخزنه في مكان اسمه amount تماما اللي هي الكمية طب المكان هذا وش راح يكون راح يكون int طبعا لا يمكن يكون double لأنه ما في كسر ما يمكن دخلك عشرها لات ونص بعد كده عندك هنا أنت راح تحسب نصف عدد أنصاف الريال عدد القطع من نوع نصف الريال وهنا راح نقول مثلا halves لازم طبعا تخزنه في متغير زي نفس الشي الفكرة وراح يكون halves ونفس الشي راح يكون من نوع عند راح تحسب ربع الريال نسمي quarters وكذلك من نوع int والقروش مثلا نسميها مثلا كرش ومن نوع int وأخيرا عدد الهللات ونسميها هلالة أو هلالة زين ومن نوع int إذن بهذا الطريق لاحظ أنك لما سويت مثال تفاعلي عن كيف يعمل البرنامج هذا استطعت أنه عدد أنك تعرف مثلا ويش ال variables اللي راح يستخدمها البرنامج وهذا طبعا كsoftware engineering كهندس برمجيات هذه طريقة معروفة جدا في هندس برمجيات اللي أنك تحاول تسوي scenarios كيفية عمل البرنامج حتى تفهم البرنامج بشكل أفضل فإذن هو صحيحنا برنامج هذا صغير لكن نفس الفكرة هذه لو أنك ترسمي بعد هندس برمجيات راح تلاحظ أن الفكرة هذه تطبق بشكل أكبر بكثير وعلى المستوسع بكثير الفهم البرامج الضخمة سواء الشركات أو غيرها في فيديو في فيديو القادم إن شاء الله راح نشوف وش الخطوة التالية بعد ما أننا الآن صار عندنا فهم البرنامج قدرنا على الأقل نعرف الـ variables في البرنامج السؤال ما هي الخطوة التالية اللي راح نسويها شكرا